طبعاً بنستعد بقى كل سنة حضرتكم طيبين لشهر رمضان الكريم والبعض بيقول ده هيكون فرصة أن احنا ننفذ الخطط اللي احنا فشلنا أن احنا ننفذها في وقت سابقاً ونقضي على اللخبطة اللي كانت حصلة بطبيعة الحال فتعالوا ونعرف النهاردة أهم النصائح الغذائية لشهر رمضان الكريم وإزاي يكون فرصة لإعادة التوازن الغذائي وهل فرصة لعمل رجيم ولا لا؟ كل الأسئلة إن شاء الله هنعرفها من خلال دكتور نور حصد الله قصة التغذية العلاجية ومدربة الصحة المتكاملة ضفتنا العزيزة اللي من نهارنا النهاردة أهلا بيكي نور صباح الفل كل سنة طيبة أيام قليلة إن شاء الله بقى ونستقبل الشهر الكريم ونحاول نصلح أيوة إحنا بوز نخل الأيام فاتت إحنا هو كل رمضان الناس بتحس أنه هو ده الشهر الوحيد تعلقك ما عرفش ليه المفروض ده شهر سوم وصلاة وعبادات بس أنا بحس أن الرمضان الناس كلها بتفكر إحنا هنأكل إيه وهندبخ إيه وعزومات إيه مع أنه وقت الفطار أما بييجي ما بتلاقيش الشراها في الأكل زي ما أنت فكر هنستغل شهر رمضان إزاي بقى أول حاجة الناس بتعملها غلط على الفطار أول ما بيجي يفطر بيشرف سكريات بس بتلاقيه شرب مثلا نصر لتر عصير وبعدين خد طمر باللبن وبعدين أو خشاف وبعدين دخل يفطر ده كل ده لسه ده كل ده ده أنت لسه يعني بعد الفطار بقى إحنا لسه ما دخلناش في الشاي والحلويات وراء الصحور فمتخيل الجسم في فترة تقريباً 8 ساعات بناكل فيهم وفيه ناس بتطلع خاصة يعني اللي بيزبط الدنيا زي موضوع السيام المتفطة ما هو جاي أصلاً كده كده من رمضان في فترة 8 ساعات أنت عمال تحشي جسمك أكل بس مش مدي فرصة للجسم أنه هو حتى يحرق اللي أنت كله فنحاول العصير نختار حاجة واحدة يعني يا خشاف يا عصير حاجة واحدة فيها سكر وأنا ما برجحش أن أنا بقى صايمة طول اليوم واجاي أكل سكر فجأة لازم تبقى حاجة قوة الدينة توقع يعني ما كولش مثلاً طمر باللبن ملياً لا أخد طمرية لثلاث طمرات أشرب معها لبن ما فيش مشكلة أو أنقحها في لبن بس كم السكر أنت بتاخده وأنت قاعد طولي اليوم صايم وجسمك مش داخله سكر فأنت أي سكر هتاخده هو هيحوش السكر ده هيبتدي يخزنه فقط هيحرق حابة ويخزنه دهون المفروض في الصنة أننا نفطر على ميا أو على طمر آه ماشي بس على ميا أو على طمر بالضبط الواتر هو من واحدة ثلاثة في ناس بقى بتاخد الطبق مليان سعرات حرارية أنت ممكن في طبق طمر باللبن تاخد 700-800 كالوريو ساعات بيوصلوا للألف سعر حالي وإحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه فأنت جسمك أنت جسم صايم تخ بتديره كله ده طب هيلحق يحرق إمتى وبعدين هب على الفطور وبعدين شاي أول حاجة شاي بعد الفطور ده غلط لأن أنت لازم تستنى على لأقل ساعة لأن المادة اللي في الشاي بتكسر الحديد وبتكسر الحاجات اللي أنت كلتها فأنت بتضيع المواد الغذائية اللي أنت كلتها المعايد المباعة من ذلك الحاجات دي لازم تستغل صحة في الجسم فإحنا لازم نستنى هتفتر طمر أو حاجة خش صلي بقى واستنى من نص ساعة لساعة وبعدين افتر يا إما تاخد الكمية الأوليلة اللي هي هتكفيك ما بقاش وكل حاجة إيلة فيها سكر وبعدين أفتر عايز حاجة فيها سكر هاخد كمية صغيرة جدا وبعدين أفتر مفروض تبتدي حاجات سوائل لأن المعدة مش مستحملة إنها تهدم دلوقت إنه مهد تمهد طبق الشرب الأول بعد كده تاخد وتقفر بقى نوع الأكل اللي هتاكله كميات صغيرة تبقوا رأيلي أنت تفضلي للواحد يبدأ بحاجة بردة ولا بحاجة سخنة اللي هو بيكسر صيامه بإيه حاجات يعني أنا حاجات دافية دافية ولا سخنة أوي ولا بردة أوي لأن ده غلط على العصب الحائر إحنا مثلا ضربنا مثال مثلا بعصير أو سوبيا بقى أو طامر هندي أو الحاجات اللي هي يعني أنا كنورة أو بشربة أنا كنورة هقولك الحاجة اللي هتفيدك أكتر شربة أنت بتاخد سكر بيور وإنت صايم فالجسم بيروح جيل ورش جمدة جدا من السكر هتلاقي أن أنت البنكرياز بيفرز بقى إنسولين بالهبل عشان يحرق وقاعد طول اليوم يعني ما يشتغلش بالمنظر ده وبعدين هوب تروح واكل بقى محشي وبعد يسم بوسك اللي هي بتتاخد في النص دي ما بنحسبهاش لا دي مش معانا خمسة ستة سبعة كده أنت كده خد ده على ما لقى لي جهز في ناس ممكن تلاقيها أفلت تقريبا 2500 سعر حراري ده كل ده لسه ما وصلوش للسحور وجسمك أصلا بيحرق من 1500 ال2000 طب الجسم هيحرق عشان كيف ينس بطلع تخنينة لو قطعت السكر في فترة رمضان دي لو قطعت فيها السكريات تماما خليتك على الفكهة والسكريات الطبيعية مستحيل تتخن مستحيل تتخن طب والناس تعمل إيه بقى في اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة